عشية ذكرى المئوية الأولى لأعلان دولة لبنان الكبير دعوات لخلع عباءة الطائفية واستعارة لبنان صورته الحضرية لكتابة تاريخ جديد فالرئيس ميشيل عون أكد للشعب اللبناني أن النظام الطائفية قام على حقوق الطوائف والمحاصصة وكان يصلح لوقت مضى الرئيس اللبناني دعا إلى أعلان لبنان دولة مدنية متعهدا بالدعوة إلى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية توصلا إلى صيغة مقبولة من الجميع تترجم بالتعديلات الدسترية المناسبة مؤكدا أن الدولة المدنية وحدها قادرة على حماية التعددية وصونها وجعلها وحدة حقيقية تصريحات الرئيس اللبناني جاءت عشية زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للمرة الثانية منذ انفجار مرفأ بيروت حيث دعا لعقد منتدى خاص بدعم لبنان متعهدا بعدم ذهاب مساعدات بلاده إلى الأيد الفاسدة على الجانب الآخر يسارع اللبنانيون الخطى لتشكيل حكومة جديدة آملين أن تحقق أحلامهم وطموحاتهم فمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان دعت إلى سرعة تشكيل حكومة تكون فعالة وذات مصداقية وقدرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني ومواجهة الأزمات الروساء السابقون للحكومات اللبنانية أعلنوا ترشيحهم سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب لرئاسة الحكومة الجديدة اسم قد يكون جديدا على المسامع ولكن بالتأكيد ستواجه أزمات كبيرة ليست بجديدة فالبلاد تعاني أزمة مالية طاحنة وتحديات اقتصادية واكتماعية وأمنية غير مسبوقة خصوصا بعدما زلزل الانفجار أركان لبنان كافة ولكن يبقى الأمل في اللبنانيين للتكاتف ونبذ الطائفية من أجل لبنان الكبير